شعب شعب الروهنجية ويصنف على أنه أتعس شعب وأكثر شعوب نبذاً في العالم ونحن في عام 2016 ما السبب الرئيس برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة الشعب الروهنجي الأقلية الروهنجية هي أكثر الأقلية تأرداً في العالم لاتهاد في العالم حسب تسريح الأمم المتحدة من قبل الأمن العام لأمم المتحدة فالسبب الرئيسي لتعرض هذه الأقلية هي انتهاقات حقوقية والجرائم ضد الإنسانية حسب المتفق عليها في مؤتمر روما كالقاتل للقارج لانتاق القانون والتعذيب والتهجير القسري الجماعي وإحراق بيوتهم وإحراق القرى الروهنجية والاقتصاب والاقتفاء القسري فهناك على السبب الرئيسي بعدما تراسات من انتجهات العالمية فشنت عليهم الإبادة الجماعية وتوفرتها على هذه الإبادة جميع الشروط الإبادة الجماعية المقررة لدى المجتمع الدولي ولدى المؤسسات العالمية للأمم المتحدة فالسبب الوحيد بعدما كان أولا طمسة هوية هذه الأقلية وحرموا من الجنسية لهم التطهير العرقي بحرمانهم من التعليم وبحرمانهم من الحقوق الأساسية من الحقوق السياسية والمدنية والثقافة كل هذا كل ما تذكره نظرا لضيق الوقت نظرا لضيق الوقت ذكره زميل ناصر في تقريره في بداية البرنامج لكن أنا أريد أن أعرف لماذا الناس تسأل لماذا الروهنجيا متهضة إلى هذه الدرجة وهنا ربما يجدر الإشارة إلى أن كل الروهنجيا مسلمون في ميانمار لكن ليس كل المسلمين في ميانمار من الروهنجيا هل الاتهاض يطال فقط الروهنجيا تحديدا وبقية المسلمين لا يضطهدون بشكل سريع ونريد أن نفهم لماذا حتى نمر إلى الحل نعم المسلمون الآخرون من غير الإلقية الروهنجية في ميانمار كذلك أنهم يتعرضون للاتهات ولكن الروهنجيين يتعرضون لأكثر الاتهات حتى بلغ لدرجة البادة الجماعية والتطهير العرقي لماذا هذا السوال يتشعب منه سببا فالسبب الأول هذه الأقلية الروهنجية اسمها اسم لقيتها الروهنجة فأرض أركان كانت قبل ألف سنة اسمها مغلية أركان الروهنجة فلذلك سمي هذا الراخين بتغيير الحروف وبالتغيير الديمغرافي فبذلك هذه الأقلية تنتصب إلى أسل إلى أسلية هذه البلد هذه المنطقة وهذه الولاية فالحكومة تخاف أشد الخوف من انتشار هذه الأقلية ومن انتشار الدين الإسلامي في هذا البلد ومن دعوة هذه الأقلية حقوقهم وهذه الأقلية لهذه المنطقة لأن هذه المنطقة تنتصب إليهم إرقيا ونسلا وثم ونسبا ومن جميع الجوانب الأخرى فالمسلمون الآخرون في ميانمار كذلك يتعرضون للانتهاقات الحقوقية ولكن هذه الأقلية تتعرض للانتهاقات أكثر على أقلية التعرض للانتهاق فالحكومة تريد التطهير العرقي وإخراج وكلياً تصفية هذه الأقلية من هذه الولاية بسبب انتشارهم وسبب انتمائهم خوفاً من انتشارهم لورا هيك هل سبب كل هذا الانتهاد هو